موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا نلتقي وانا سعيد بهذا اللقاء اليوم بنتكلم عن موضوع مفرح اذا طبقنا وبيكون محزن اذا ما طبقنا موضوعنا اليوم موضوع تكبير الامور وتبسيطها بالمختصر البساطة نحتاج الى البساطة في حياتنا اليومية وعدم استخدامنا لهاي الميزة ميزة تبسيط الامور تعقد حياتنا في كثير من الاحيان دائما النظر للامور البسيطة والصغيرة بعدسة مكبرة تعطيها اكبر من حجمها النملة لو نظرت لها بعدسة مكبرة ممكن تشوفها وحش كبير ولو نظرت لها بالعين المجردة بتشوف على حجمها طبيعي اذا الحياة تحتاج منك مرونة لا تبسط الامور زيادة عن اللازم فقد تجاهلها او قد تغفل عنها او ما تنظر لها بالاهمية المطلوبة وكذلك في نفس الوقت يجب ان تنظر الامور ببساطة عندما تحتاج الى البساطة التعقيد دائما يولد في حياتنا ضغط يحسسك ان الامتحان صعب بسط الامور لو ذكرت ان شاء الله بنجح لو رحت وانا هادي وراجعت كل قواعد السير المرور وقدمت على فحص السواقين بنجح لكن لو قلت والله الامتحان صعب الاختبار صعب عشرين الف واحد قبلي رسبوا بلظل انت في دوامة التعقيد فيجب ان لا نعقد الامور انظر الامور ببساطة حتى في تحليلك لسلوكيات من حولك لا تتعمد التعقيد في كثير من الناس يحل الامور بوضعية مبالغ فيها هذه المبالغة تؤدي الى سوء الظن تؤدي الى احيانا بعض ردود الافعال غير مرغوب فيها وفي النهاية انت تغالط نفسك احيانا بينما لو بسطت الامور انت بتعيش مرتاح وبتفسر تصرفات الاخرين على انها سلوكيات عادية دائما نظرية المؤامرة ما تضيف لنا شيء يجب ان نكون حريصين ولكن ما نبالغ في الحرص لدرجة ان نفقد ان نعيش اللحظة عيش اللحظة عيش حياتك ببساطتها لا تعقدها ولا تجعل حياة من حولك صعبة نشوفكم في الحلقة الهاية اشتركوا في القناة